السلام عليكم اسمع القصة هذه واستمتع بالأحداث اللي تشوفها كأنها مسلسل بداية القصة حصلت عام ثمانية وسبعين في حلب في امرأة اسمها ناريمان ومتزوجة شاب اسمها فريد فريد من عائلة حلبية سورية عريقة جدا وماشاء الله فريد وارث من أبوها مصنع كبير ليصابون الغار وهذا ترى يمتازون في أهل حلب يعني زمان بالإضافة اللي عندهم مشاغل وراضي ومزارع خير من رب العالمين المهم الله رزقهم بولدين الكبير اسمه محمود واللي أصغر منه سليمان أصغر منه في سنتين في ثمانية وسبعين توفى رحمة الله عليه فريد الأب مع أنه توفى يعني في عز شبابه أحزنت عليها زوجتنا ريمان وعندها عيالها اثنين وماشاء الله يملك خير من رب العالمين يحتاج إلى رعاية وكذا لكن فريد كان عنده محامي وهذا كان صديق العزيز وأهل يدير شغلين اسمه رؤوف عبد المنعم المهم رؤوف هذا استلم إدارة الأملاك كلها وطبعا تحت إشراف نريمان اللي هي زوجة فريد الله يرحمها وكانت نريمان تثق في رؤوف بشكل كبير جدا وتعرف أن أمين وكان يحب جدا المرحوم المهم راحت الأيام وجدت الأيام كبروا العيال اللي هو محمود وسليمان فلما صاروا بداية العشرينات مسكتهم أمهم نريمان قالت لهم شوفوا يا عيالي الحين هذا اللي أنا محافظة عليه ويرثبوكم وهذا كله يرجع لكم بالنهاية فيأما تستمرون في شراكة أو أني أعطي كل واحد حصته أنتم كيف تكون فكروا على اللي من مهلكم على قولتهم أخذوا راحتكم بالتفكير تابوني أقسم الورث بينكم ولا تخلون الورث واحد المصنع واحد المزارع وحده وكذا وأنتم عارفين العم رؤوف وهو اللي يعني يدير لكم المسؤولية هذي كلها وأنتم خلاص كل واحد يمسك له واحد فيهم يمسك مصنع الثاني يمسك المزارع وتبدون شوي شوي إلى أن تتمكنوا من الشغل قالوا خلاص نفكر يا يما طبعا محمود سليمان يعني ما لهم إلا بعض ويحبون بعض وخوان وكذا ففكروا قالوا لا خلاص نخلي الورث مثل ما هو وإحنا ما شاء الله يعني كبرنا وتعلمنا والحين كل واحد فينا ماسك له يعني مصلحة من الممتلكات اللي إحنا نملكها خلاص يعني الأمور ما شي طيبة وحمد الله قالت لهم أنا راح أزك المهم فعلا استلموا عيالها الشغل بإشراف من رؤوف ورؤوف كان جدا أمين معاه وفعلا عطى كل واحد حقه وخلاه يعني يدير الشغل ويفهم الإرادات والصادرات وكمة عطاهم الصافي بالكامل بعد فترة تزوج سليمان اللي أصغر من محمود محمود كان رافض أنه يتزوج تزوج سليمان تزوج وحدة اسمها جميلة الصوفي وجاب منها بنت وحدة اسمها بويسام بعد فترة توفت رحمة الله عليها جميلة أثناء ما كانت رايحة مع السائق إلى المصنع لأنها كانت تشتغل كذلك يعني في الشؤون القانونية في أحد المصانع وصار حادث وتوفت إيه والسائق اللي معها وأصبحت ويسام يتيمة وهي صغيرة يعني عمرها في أول سنوات فطر أبوها اللي هو سليمان أنه يخليها برعاية جدتها اللي هي نيريمان وتروح الأيام وتجي الأيام ويوم الأيام أحصلت كارثة غيرت مجرى حياة هالعائلة اللي كانت عايشة بهدوء وراحة وخير شو السالفة؟ أنا أقول لكم سالفة يوم الأيام سليمان دخل البيت بالليل وكانت أمه اللي هي نيريمان نايمة وبنته ويسام تنام عند جدتها ويسام في ذاك الوقت عمرها ثمان سنوات ويدخل سليمان إلى بيت اللي ساكنة فيه أمه وراح إلى غرفتها وبنتها موجودة جنب أمه نيريمان ويحب راس أمه ويحب راس ويسام وتسحب شوي شوي طلع من الغرفة طبعاً ويسام كل ما ييجي أبوها سليمان يعني تفز وتبي تشوفه وتحاضنه والبنت عايشة وحيدة يعني مع جدتها صحيح لكن فاقدة الأم وأبوها دائماً مشغول فكل ما جاءت تقوم البنت هذه وتحاضن في أبوها وتستانس إذا شافتها وهو جاها ذاك اليوم بالليل حب راسه وطلع انتبهت عليه فعلى طول خذت معاها الوسادة تبي تروح تنام جنبها يعني تشوف وين ينام مرات ينام في الصالة مرات في غرفة كذا مش تاقع حق أبوها تبي تروح تنام جنبها يعني خذت وسادتها وانزلت من الدور الأول إلى الصالة ما لقيت أبوها يعني توها طالع جدامها تدور على أبوها وين راح وين راح ولا في عندهم نفس الصالون لاستقبال أول ما فتحت الباب ولا تشوف أبوها جالس على الأرض مقابل الشمونيه أو شي سمونا عندهم نفس الدوة أو المكان اللي حطوهم فيه الفحم الشمونيه يسمونا مولع فيه الفحم لأن الجو أصلا بارد وهذا سليمان حاط إيده على رأسه ويبكي وتنهد وحط حاله البنت شافت المنظر أبوها في هالحال انصدمت يعني الطالع أبوها ليش شدي زعلان ويبكي وشوي شوي ويرفع المسدس ويحطه فمه ويطلق على نفسه النار يوم سقط وين طاح وجهه طاح وجهه على بداية اللي هو الشمونيه هذه الدوة الفحم أو تصرخ ويسام المهم وتدخل نريمان اللي هي الجدة على صوت إطلاق النار وصوت ويسام وهي تصرخ يوم افتحت الباب ولا ويسام واقف عند البداية المدخل المجلس هذا وماسك عبيدها وسادة وتصرخ وأبوها طايح وجهه على الشمونيه اللي هي الفحم ومولع وجهه يعني ريحة الشوة يعني تارس المجلس والمنظر مرعب الموم هذي لأوم يوم شافت المنظر وتروح تركض على ولده وترفع راسه ولا الرجل الميت أطلق النار من فمه وراسه من وراء محفور هي ما شافت أو ما انتبهت في البداية لأن يعني الدخان متصاعد وبسبت حرق جلد وجهه يعني بسبت الجمر المهم ويدخلون الخدم ويحاولون ينظفون الجمر اللي على وجهها وتحاول تصحب ولدها لكن ولد خلاص ميت يعني وتصرخ والبنت ادخلت في حالة صدمة من المنظر اللي شافت حتى كلهم يعني 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 ما انتبهوا ان البنت الى الان قاعدة يعني تشوف المنظر هذا المهم ما لكم بالطويلة تم رفع الجثة للطب الشرعي وحضور رجال الامن واصلا نريمان اللي هي الجدة عندها يعني احد الالوية وهذا كان صديق زوجها فريد الله يرحمه اتصلت عليه وجاء وتدخل وشاف التحقيق وبالنهاية قال لها فعلا الموضوع موضوع يعني ان سلمان اهو بنفسه اطلق النار وقتل نفسه والظهر انه بعد ما قتل نفسه طح يعني جهت شمونية وولعه يعني ما في تدخل من احد او انه في قصد جنائي او في احد يعني له علاقة مقتلة صار حزن شديد جدا انتبه في شي في شي غلط من الموضوع الحين اخوه محمود وينه ما بين تسأل تسأل نريمان وهي يعني في حالة حزن ومضايقة لكن ولدها محمود الكبير وينه وان راح يوم تدور تدور وسألت رؤوف اللي هو مدير عمالها او محام الشركة قالت له شوف لي محمود وينه وما يهدر عن الموضوع قال لا والله ما هذا شي يقول لكن ترى محمود سافر الليل اللي قبل قيام سليمان بقتل نفسه سافر وطلع من سوريا وراح الى استراليا نعم ايه نعم سافر بدون ما يبلغ عهد وانا ما بي يعني اضيق يعني صدرك اكثر من اللي حاصل الحين اه راح اشرح لك يعني اسباب سفره واستعجاله يعني بعدين يعني بعد ما نخلص موضوع العزة قالت له ما اش فعلا خلصوا العزة والناس يعني كل اللي يجي ويسألوا لانه فريد ابوهم يعني قال لكم انا شخصية معروفة في حلب من التجار المعروفين فيعرفون عنده ولدين الحين هذا اللي قتل نفس سليمان الله يرحمه زين وين الكبير محمود فكل ما سألوا نريمان اللي هي الجدة تقول يعني عنده ظروف ومسافر وما كان يدري عن الموضوع ومن هالكلام تمشي الامور المهم خلص العزة اول اسبوع ثاني اسبوع عدة الاوضاع او يجي رؤوف اللي هو مدير اعمال اه الشركات كلها جع حق نريمان قال والله يحج بقول شي قال لك لا يتفضل قال انت تدرين اه ليش ابنك سليمان قتل نفسه قال لا والله ما عرفنا وكذا قال لان اكتشفنا ان محمود سرق جميع املاك ابنك سليمان لانه كان شريك وكان حاصل على وكاله وتقريبا قدر انه يسيل جميع الاملاك بقيمة عشرة مليون دولار وهرب فيهم الى استراليا فابنك سليمان بعد ما عرف هالموضوع ما تحمل الصدمة وقام وقتل نفسه الله 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 يا الدنيا وتعصب علينا يا رمال وانت شنو دورك يا روف قال انا ما قتلت شي ترى ابنك محمود طردني يعني من سنة وشوي وعيالك الان صاروا كبار وانا ما قدرت اتدخل او السبب مشكلة بينك وبينهم فانا قررت اني اطلع من الموضوع بدون اي مشاكل وهو بعدني علشان يستغل طيبة قلب ابنك سليمان لانه سليمان فعلا كان يثق في اخوه محمود ثقة عمياء ومعطيه توكيل العام يعني انه يقدر يتصرف حتى في الاملاك والبيع حق النفس يعني يبيع كل شي ويسيل كل شي فلما هرب سليمان ما تحمل الموضوع وكان اهو بسبب هالفعل هذا اقدم علاقة النفس القوم قاعد تبتش حسبي الله عليك يا محمود الله لا يوفقك الله لا يستر عليك الله يعاقبك ان شاء الله الله كذا لا قالها في صدمة ثانية قالت له شنو بعد قالها علينا ديون والمصنع الان اهو اخر الاملاك اللي ما تم بيعه لان عليه ديون فيا ام نسدد يا ام راح يروح ويطالبون كذلك بالمبالغ قالت لها الحل قال لها الحل ان نسدد ونسترجع المصنع وعن طريق المصنع نقدر يعني شوية نوقف على رجولنا نحاول ان ناخذ قروض على المصنع نشغل نسدد يعني نحاول ندارك الوضع قامت فعلا ناريمان لانها تملك يعني رصيد خاص فيها وسددت كل الديون اللي عليها بمساعدة بعض اصدقاء زوجها الاول واللي منحوها بعض القروض من البنوك يعني بضامانات يعني شخصية من ها التجار هذول وسكرت الديون ورد المصنع يشتغل من جديد وصارت ايه ناريمان ماسكة المصنع ونائبها منه رؤوف وشوي شوي 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 ويوقف المصنع وتبدأ بعض الصناعات الجديدة والمنتجات وصار من اشهر المصانع اللي في حلب وبدأت تتعوض شوي شوي الخسارات والاملاك اللي راحت لكن هذين يعني كانت محافظة على الفلة لان الفلة الوحيدة اللي كانت باسمها والان اصبح اللي هو المصنع باسمها بعد ما استرجعت المهم وتروح الايام وتجي الايام نبي نرجح على منه وسام وسام تربت الحين لا ام ولا اب عند جدتها ناريمان وحيشتها صدمة من المنظر اللي شافت اللي شافت اللي ما ابوها قتل نفسه وشافتها وشلون وجه هي احترق في الدول اللي هي الفحم والجامور يعني سبب لها صدمة شن اللي حصل في شخصية وسام وسام بنت متفوقة جدا جميلة جمال ولا في الخيال لكن عندها شخصية جادة شخصية انطوائية جافة لا يمكن في يوم الايام انك تشوفها مبتسمة حتى صدقات في الجامعة ما عندها كل تعاملها مع الناس مع البشرية بشكل رسمي جدا الا مع جدتها غير هالكلام ما في البنت فعلا جميلة لكن جميلة واطبعها حادة جدا وعصبية والكل يتحاشى اصلا يفتح معاها موضوع البنت ما تتعرض لحد ولا تغلط على احد لكن يا ويل اللي دوس لها على طرف والبنت بنت عز وبنت عائلة عريقة وجدتها استرجعت الاملاك وعايشة كأنها ملكة لكن ملكة صامدة المهم وتروح فيها الايام وتجي فيها الايام ويسام كانت دائما ترتدي القفازات بشكل غريب ليل نهار صيف شتة ما تخلع القفازات هذه من ايدها ابدا الكل كان مستغرب منها حتى لما يشوفون ها لابسة نفنوف ولا لابسة تيشيرت ولا لابسة اي شي ما تخلع القفازات ليش ما حد يعرف السبب ولا احد يتجرع يسألها لانها ابدا ما تعطي مجال حتى انك تاخذ وتعطي معاها مالكم بالطويلة رؤوف اللي اصبح نائب نريمان اللي هي صاحبة الحلال الجدة عنده ولد اسمه دانيال دانيال لما كبر اصبح احد الموظفين معاه في نفس المصنع وهذا دانيال تعرف على شخصية وسام لانه وسام اصبحت كذلك من ضمن طاقم الادارة في المصنع ويشوف دانيال في الروح والجي ونفس طبع ابوه رؤوف انسان امين انسان خلوق يتعامل معه وسام ويتعامل معه الكل بشكل رسمي ابوه يعتمد عليه لكن الولد هذا جال سهم من وسط الظلام سهم الحب ضرب قلبه منه وسام في احد يحب وحده بها الشخصية الجامدة الجافة ايه نعم دانيال دانيال مات على وسام مع انه وسام يمكن اكثر من مرة تزفه حالة حال كثير من الموظفين اللي اذا اخطأ يا عندها ما عندها حال ثاني يا طرد يا خصم يا زف يا البنت اقول لكم ما عندها يا مرحمين صحيح جميلة لكن جميلة متوحشة جميلة بشخصية جليد هذا الولد اغرم فيه و اغرم في شخصيتها يوم الايام رحل ابوه قال ايبا تكفى يا ايبا قال اهلا يا ولدي حبيبي اامر قال ايبا انا بتزوج قال زين منو سعيدة الحظ يا ولدي اللي اغرمت فيها و كذا و اشوفك حيمان قال ايه والله يا ايبا قال منو عادي قال و سام اهلا و سهلا و سام قال ايه نعم و سام قالها انت صاير شي براسك يعني ولا انت يعني ضرب مخك ولا شنو قصتك يعني قال ليش ايبا شنو مشكلة قال و سام انت يعني شايف البنت شلون شخصيتها ولا مش شايف يعني يعني انت اعمى ولا شنو قال مادري فيها و انا دائما احتك فيها بالشغل و عرفها و والبنت جميلة والبنت قالها يا ايبا اترك الجمال هادي يعني بنت يعني بشخصية وعش انا اخاف منها انا اخاف اتكلم معها شلون انت يعني جالك قلب انك تحبها يعني قال والله يا ايبا انا حبيتها لان البنت عنيفة بشخصيتها والله قالها غوار طوشة يضرب الحب شو بيزل قال يبا انا حبيتها قال هادي والله بكرة بتمشيك بضربة بتصحيك بضربة قال لا تكفى يا ايبا انا راضي تسوي فيني اللي تسوي انا ما ابي الا وسام قالها يا ابن يا حبيبي الله يخليك قالها والله يا ايبا انا ما ابي ما افكر الا ابو سام تكفى يا ايبا والله العظيم لما بتمر بيمر قلبي معه الله يخليك 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 قالها خلاص 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 نشوف الموضوع اكلم الحجة نهريمان يمكن يمكن لعله ورعس يعني انه يعني يتوافق قال اوكي ويروح رؤوف ويكلم الحجة نهريمان قال لي حجة تعرفين انا ابني دانيال ويشتغل عندنا في الشركة ومعجب في وسام فاش رايت وقعدت تضحك قالت والله ياريت والله العظيم اني ادعي ليل ونهار اني يجي شاب ابن حلال مثل ابنك علشان بس يعني يغير من حياة وسام والكآبة اللي هي فيها يعني انا كنت مستبعد ان في يوم الايام يجي شاب يعجب فيها قال لها الولد يقول انا ميت فيها وعاشقها لكن طبعا وما بينه وبينها اي كلام قلنا نحن في البداية ناخذ رايج قالت انا ما عندي مانعم موافقة اصلا ابيها من الله لكن تدري شلون خليني افاتح ويسام في الموضوع وتروح للجدة وتنادي ويسام تعال يا ويسام اهلين تيتا قالت لا يا ابنتي تعال يا انا عندي موضوع انا ترا كبارت يا ابنتي وما عندي الا انت وانت ما عندك بعد الله الا انا انا اللي ربيتك انا اللي يعني داريتك وانت يا حين ما شاء الله بنت جميلة عمرك 23 سنة الكل يتمنات وطالح ووسام قالت شو متغصدين تيتا قالت لا شوفي في شاب متقدم لت ويبيت على سنة الله ورسوله والولد يحبت يعني معجب سري وخايف اصلا انه يفاتح في الموضوع شرايت ودقوم ويسام متقلب منو هذا الحقير قليل الادب اللي ممحترم كيف بيتجرأ بيطلب ايدي هو مين فكر حاله قالت لها منو هذا يا تيتا قالت لها دانيال قالت دانيال اللي بيشتغل عندي انا اللي راح اعمل فيه ما اعمل فيه قالت اهدي 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 شوي اهدي اهدي لصدق حالك كتير الشب بن عز وبن خير وبيو ورؤوف صحيح انه نائب الشركة لكن رؤوف يملك خير من الله مش طامع بحلالنا ولا شي ترى رؤوف صديق بيك وهو اصلا عطفا وحبا لبيك ماسك شغلنا يعني لا تفكر انه محتاج لا راتب ولا محتاج لا 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 يا ابنتي لا 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 تفكري غلط هذا انسان جدا محترم ومخلص لا لبيك وكذلك لا جده اللي هو زوجي اللي هي زوج ناريمان فحتى ابنه انسان متعلم ومحترم ومثقف وابن عز وطالب ايدك اذا بدك بدك ما بدك اوعك تغلطي عليهم هذول انا بعتبرهم اعز ناس عندي فيها الدنيا هذي كلها ضخت شوي ويسام قالت لها زين يا تيتا شو المطلوب قالت لها فكري في الموضوع قبل لا ترفضي انا بعطيك شهر فكري على يعني على راحتك لا تستعجلي بدك ترفضي ارفضي هي طرق يعني وهي طلبك لكن تحملي نتيجة قرارك بعدين اذا صرت يعني اكبرتي وانتي وحيدة وتموت وحيدة انا مش دائم يتلك وبيك متوفي وامك متوفي افهمي هالكلام هذا يا ويسام وروحي فكري شهر كامل قالت اليوم الي بعده ويسام رايحة للشركة الشغل والمصنع والمشغل وكذا ويمر عليها دانيال دانيال يسوي نفسه ما لا شغل وكذا ويسام كأنها اول مرة تشوف دانيال لانه كانت تعتبرها حال حال اي واحد من الشغلة اللي عندها او الموظفين اللي عندها لكن هالمرة كانت تنظرها بنظرة المستقبل هل هذا ينفع اني ارتبط فيه وكوون معها اسرة وكذا ولا لا او تنده لدانيال تقول لدانيال تعال البنت مثل ما قلت كمان طبع حاد وعصبية وفيها صراع داخلي بتفكيرها باتجاه دانيال هل هذا يستحق انه يتزوجني ولا هل اني مثلا اضغط عليه واختبره واشوف هل هو يعني مثلا يتحمل اسلوب وطريقتي وشخصيتي ولا لا اول ما جاء عندها دانيال اهلين استاذ ويسام قلت له فيك يجيب لي عصير بردقان وينصدم الولد يشتغل في شؤون قانونية يعني كمحقق او محامي او يعني مستشار قانوني الولد متخرج من الحقوق يعني مو شغلتها البوفي ولا شغلتها يجيب لها اكل ولا شرب ولا حس يعني بنوع من الصدمة هذي ليش تطلب اني اجيب لها يعني عصير برتقال يعني توقع اش قال لها قال استاذة وسام ما بدك حليب العصور اهلا وسهلا قال لو لك تكرم معيونك مش عصير بردقان شجرة بردقان هلا بعصرها ويجي ويطير ويجيب لها عصير ويجي تفضلي او يدري فيها ان البنت عصبية لكن جمالها ذبحها شي سوي الولد يبيها بشرها وخيرها ما عنده مانع قعدت تضحك وكذا تأمر على شي استاذة ان شاء الله العصير عاجبك انا عصر بايدي وحياتك قالت لا هذا الولد هذا يعني متقبلني متقبل شخصيتي العصبية ويعرف من اين تأكل الكتف شيطان والله دانيال المهم دانيال ضبط اموره بعد اسبوع طبعا كذا مرة تلتقي فيه وكذا مرة تتحرش فيه وهو يجاب لها وياخذ ويعطي معاها ويمتص غضبها وفاهم حق البنت يعني عز الطلب هذا دانيال البنت اسبوع راح اتحق جدت قالت لا جد انا موافقة يا تيتا انا موافقة على الشاب دانيال هو شو انا لتلك شهر صار اسبوع قلت له شاب كتير محترم قالت الحمد الله هاي اللي بدي اياه وفعلا وتبلغ رؤوف اللي هو ابو دانيال مبروك مبروك واليوم الفلاني احنا راح نعمل الخطوبة لكن الخطوبة تكون يعني محفوفة الحفلة ونخلي الفرح حق وقت العرس يعني الزيط او الزنبليط لكن ويسام كان عندها جدتها قالت لا يا جدة انا ما فقع لكن في شرط قالت لا شنو قالت تحولي كل الاملاك اللي باسمك تخليها باسمي ناري ما استغربت ويسام بنت ما هي استغلالية ولا هي مادية ولا تبحث عن الثراء والفلوس وعينها مليانة وهي صغيرة مستحيل تطلبها الطلب الا لهدف في بالها الجدة قالت لها انا موافقة واذا انت مفكرة يا ويسام انه هالشرط يعني بيخليني يعني ما اكمل موافقتي بموضوع زواجك وانه علشان تعجزيني على موضوع الزواج انا موافقة واصلا انا بالنهاية يعني ما ضلي كتير في العمر يعني بالنهاية كل شي بيسر ايلك انتي انا ما عندي ما نعود نادي رؤوف اللي هي المحام يقول لها حول كل الاملاك باسم ويسام ومبروك عليكم الزواج وفعلا ويسوون خطوبة ويجي دانيال ويسام لما نزلت عليهم كاشخة جن القمر اللي نزل في البيت انا صدمة ومن جمال البنت وما شاء الله تبارك الرحمن طبعا دانيال شوي ويطلع لجنحان من الوناسة وتقعد جنبها ويقوم دانيال على طول ويطلع الخاتم يبي لبس منه وسام اهني صارت سالفة ما تسولف وسام طلعت ايدينها حق منه دانيال عشان يلبس الخاتم ولا لابس القفازات واصلا من تعرف عليها وشاف في الشركة وطول عمرة يشوفها لابس القفازات حتى لما يعني صار اتفاق بينهم وراح معاها وخد ايدينا خد ايدينا ويلابس القفازات واستحى انه يقول لها او انه ما تجرأ يقول لها يعني افسخ القفاز لما جاب الخاتم وهو قاعد جنبها والناس حاضرين اللي هما اقاربهم يعني القرب عندهم حيل يعني زل لسانه وقال حق وسام فيك تشلحي القفاز اللي بايدك عشان لبسك الخاتم وتلتفت عليه وسام العين يتطاير منها الشرار قالت لشوف هاي اخر مرة بسمح لك تحكي لي هالموضوع ولا تفكر اني اشلح القفاز تفهم ولا لا قال لابس قدام الناس يعني علشان لبسك الخاتم قالت لانا ما يبهمني حدا تفهم انت ولا لا بدك تلبسني تلبسني فوق القفاز تداخلت الجدة قالت شو يا دانيال شو قصتك انت قال حجة بس بدي لبس الخاتم قالت اذا اخدت القياس ايدينها وانت لابس القفاز قال اي صح قال خلاص لبسها وانت ساكت قال ماشي ويلبسها الخاتم فوق القفاز وعدت الليلة على خير قام يرجف دانيال من نظرة ويسام له المه وراحت الايام وجدت الايام وصاروا مخطوبين والدنيا سعيدة وشوي شوي يعني بدت ويسام شوي تفك عن نفسها وتسولف ويجيهم خبر بعد شهر من الخطوبة وتجي الجدة نريمان تكلم ويسام قالت لها يا بنت يا بيكلمت بموضوع قالت لها شو يا تيتا قالت والله انا ماني عارف اش يقولك بس في موضوع شغل بالي وبفاتح شفي قالت لها شنو قالت لها عمك محمود وتسكت ويسام قالت عمك محمود قاعد يرسل لي ناس ويتصر وكذا ويعتذر ويبيني اسامح فاش رايك ويسام قالت لها سمعي يا تيتا انا اصلا عارف موضوع عمي محمود انه بده يرجع وانه يحاول انه يوصل لك وصله فترة يعني بيترجعك ويرسل لك رسائل واتصالات ويرسل لك ناس وانصدمت الجد قالت لها شو عرفك انت يا ويسام قالت انت ناسي انه كل شي بيمر علي رسائلك والاتصالات والناس كلها اللي بيوصل لعندك لازم يمر من عندي يعني انا اعرف لذلك لذلك انا كنت حريصة على انك تنقلي كل الاملاك اللي باسمك لا اسمي انا كنت خايفة انه يوم الايام يحن قلبك على محمود ويرجع وبكرة يسرق كل ما تملكينه مثل ما سرق املاك ابي الله يرحمه انصدمة الجدة قاعدت تضحق قلت لا والله انت يعني شيطان صراحة ما توقعتك يعني بالعكس اللي سويت انت هو الصح لان انا فعلا كان ممكن اسامح واذا هو طمعان بيرجع ياخذ ولا انا اذا بتوف بكرة بيكون هو وريث لا يا بنت انت اللي عملتي صح وبراظو عليك وكل الاملاك اللي اصلا موجودة عندي هي اصلا ملك لبيك الله يرحم ولان محمود سرق وهرب لكن انا كذلك يعني بدي يسامح خلاص انا على اخر عمري بدي يشوف وهو كمان متزوج وعنده اولاد خلاص يعني بنتي احنا راح نسمح له انه يرجع لان اصلا ناريمان كانت رافضة وهذا محمود حاول 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 ما ترد عليه قام تكلم رؤوف اللي هو نائب الشركة ونائب الاملاك هذة كلها ورؤوف كذلك انسان في قمة الروعة واحترام راح حق ناريمان قال له ناريمان خلاص يعني الحين ابنك صال لها خمستعش سنة هربان والدنيا تغيرت وانتي ما عندك اولاد الا هذا محمود ومحمود الحين متزوج وعنده اولاد وحق عليك انك تشوفي اولاد ويعني خلاص يعني وبعدين يعني يمكن ما كان عارف ان اخوه سليمان ان يقدم على ان يقتل نفسه بسبة السرقة هو عارف انه هو سرق لكن ما كان يعني يعرف انه راح يقتل نفسه خلاص قالت انا عشان اولاده ومش تاقي اشوف احفادي يعني انا راح اسامحه وفعلا ويقوم رؤوف ويبلغ محمود قال يا الله محمود تعال طبعا محمود لما هرب بالعشرة مليون دولار املاكه واملاكه اخوه راح الى استراليا وقعد يتنقل من استراليا الى امريكا الى مادروين المهم اخر شي رجع من امريكا معاه زوجته وعنده ثلاث اولاد ويستقبلون ويدخل البيت ويشوف امه ويقعد يطيح تحت رجول لا الله يخليك يسامحيني والله ما كنت بعرف انه راح يحصل هيك ويبوس ما يبي تكلم ما يبي يقول السالفة يعني كان باعتقاده ان يعني خلاص السالفة انتهت وانه مو منتشر موضوع انه السبب وراء اقدام سليمان انه يقتل نفسه يعني لكن انه معروف انه هو اللي سرق الحلال وهرب بس هذا اللي كان باعتقاد انه اللي منتشر او العائلة تعرفين بس طبعا الام تدري بالموضوع وراء اوف اللي هو مدير اعمال الشركة هذا كله الوحيد اللي يعرف المهم اشوي وتنزل لهم وسام وسام نزلت لهم وعينها مبين فيها حقد وغل على محمود عمها ولا سلمت لا عليه ولا على زوجته ولا على عياله جيت وقعدت في الصلاة والطالع كل عين قوية ومحمود يطالع قال ما شاء الله هاي وسام بنته لا سليمان وكذا وهي طالع شذي يعني بدون اي تعابير شافها ما سلمت عليه سكت وهو اصلا خجران من نفسه المهم شوي قامت الجدة ناريمان قالت حق الخدم خلاص اخذوهم خلوهم يصعدوا عندهم بالغرفة الفوق لأن بعد ما كبرت الجدة ناريمان وهي اصلا ما تنام الا معاها وسام نفس الغرفة لما كبرت ما قدرت تصعد خلاص الدور الاول انزلت الى الدور الارضي فقالت حق الخدم اخذوا محمود وعياله وزوجته سكنهم بالدور الاول سووا لهم محمود يطالع بزوجته وعياله قالهم يلا مشو صعده وفوق وعدت الليلة اليوم الثاني اليوم الثالث ابدا وضع جدا مكارب ولا حد عارف يعني شن القصة اسرة محمود ما هي عارفة قصة محمود لما هرب بالفلوس وان اخوه قتل نفسه من القهار وما يدرع عن الموضوع بعد سبوع سبوعين محمود راح الى رؤوف قال يا رؤوف يا اخي الوضع ما ادري شلون وامك انها يعني الى الان مش مسامحتني قال اين فعلا صحيح قال شون صحيح قال اصلا امك وافقت انك ترجع لكن كرمان لعيالك عشان تشوف عيالك فقط وزوجتك اما انت تقول انا الى الان ما انا مسامحتها هي بينها وبين نفسها وقالت له الموضوع فعلشان شذيه ما هي متقبل انه حتى تشوفك او تقعد معاك او تسول معاك قال زين اسمعني يا رؤوف بقولك مشكلة عندي وابي حل قال شنو قال انا لما سافرت الى استراليا وامريكا فتحت سلسلة مطاعم واشتغلت وكذا وكان معاي شريك وخسرنا كل اللي نملكه الحين انا مطلوب بثلاثة مليون دولار يا ضحك رؤوف قال لش تضحك ابي اكلم يعني الحج انها تعطيني يعني ابي سكر لديون على اللي علي والناس الطالبني وكذا في امريكا وانا لازم ارجع الى امريكا مستقر هناك انا ما قدر اقعد في سوريا قال اوالله يا محمود روح كلم والدتك في الموضوع انا ما لي شغل يعني قال ماشي ماشي راح وكلم امه في يوم الايوم شاف قاعدة في الصالون قال يا امه انتي ليش ما تعطيني وجه مثل اول انا مهما كان ولدت انا ما لي ذنب الناس لي ما راح قتل نفسه انا كنت ابي بس اسكت اتي وزعلان بس شي سوي ساقت قال يا امه والله العظيم انا اذا ما تساعديني راح اروح راح انسجن راح اتدمر قالت ليش شنو في قال انا عندي شريكة طالبني ثلاثة مليون دولار وانا لازم اسدد اولا راح يسجني وانا مش حمل سجون قاعدت تضحي قالت شوف كل الاملاك اللي عندي هذي احنا استرديناها بعد ما خسرنا وكان علينا ديون بسبتك والاملاك الان هي باسم وسام بنت سليمان اهو يوم قالت له انه باسم وسام ضائق وسكت فيه الدنيا وسام هذي يعني اهو خلال هالسبوعين عرف شخصيتها العاد اللي ابدا ما احدي تجر يسولف معاه هذي شون يفاتح في الموضوع مستحيل وحقد عليه قال زين انا بدي سليمان يعني وسام عارف بالقصة يعني بالضبط قالت ايه نعم عارف وعارف انك سرقت ابوها وان ابوها قتل نفسها بسببك وهي ترحقد عليك على فكرة سكت قال لا خلاص الظهر انا يعني ما في حل هذي مستحيل تعطيني حتى يعني ليرة واحدة سكت الموم بعد يومين ثلاثة بنص الليل ويصحون على صوت هالة زوجة محمود تصرخ وتبتش وكذا توها جاية ايه وعيالها من المطعم كانوا طارعين برا بروحهم وزوجها محمود نايم فوق يقول انا نايم متعبان لا حد صحين يخلوني على راحتي فلما ردوا من المطعم ولا محمود ميت شلو ميت محمود واحد طاعن في قلبه وهو نايم على السرير على ظهره لكن ما في اي اثر للمقاوم هذه يوم مصعدة تبي تسأل تبي زوجها طول في النوم يوم جتبت صحي ولا الدم مليان ملابسة وهو فارق الحياة اصراخ اصراخ والعيال يصعدون يبتون على ابوهم صحت منه الحجة نايمان ولا ولدها محمود مقتول مسكين قدت تبتشي يعني ميت عندها الاول سليمان والحين كذلك يموت محمود لا يموت بعد مقتول صال خمسة عيس سنة وهم تغرب وهارب ولما يجي ينقتل عندها في بيتها يعني حزنت حزنه وكذا وقامت واتصلت على منه على اللو اللي هو صديق زوجها فريد الله يرحمه قالت تعالى الحق علينا احنا والله احنا ما نتصل عليك الا في البلاوي لكن هذه مصيبة وحلت علي وتعالى الله يخليك وتصلت على رؤوف وجاء وولد دانيال وانزلت ويسام شنو صاير شنو صاير قالوا لهالموضوع قالت احسن وطالح هالجدة وهي معصبة قالت لا تقولي احسن على ولدي مهما عمل مهما صار هذا يبقى ولدي لا تقولي هيك وعيب عليك سكتت ويسام المهم ويحضروا رجال الامن وتنقلب الدنيا من اللي اقتله حققوا حققوا مني من هك يعني اللي اقتله اكيد واحد من اهل البيت يا الخدم يا اسرته ما في احد ثاني ما في غريب يدخل عندهم في البيت ابدا حققوا مع زوج توا وعياله قالوا كنا في مطعم طالعين ومهو اصلا كان رافض انه يطلع معانا وقال انا بنام وتعبان ولحد الصحين ولما رجعنا من المطعم لما صعت انا فوق لقيته مقتول سألوا الجدة قالت انا اصلا ما اصعد فوق يعني انا كبيرة في العمر ورجولي ما تشيرني يعني ويسام قالت ويسام انا ابدا ما اصعد فوق الا اذا عندي شي يعني في الدور العلوي اللي فوق الاول اذا في شي غرض كذا لكن انا ابدا لا احتك فيه عمي هذا محمود ولا في عياله ولا في زوجته ومن جه اصلا انا ما سلمت عليه التحقيق تورطه زي ان يمكن حققه مع الخدم الخدم ابدا ما في اي علاقة لهم في مقتل محمود تعقدت السالفة والموضوع اصبح مريب الجدة تنظر نظرات غريبة منه لويسام ولزوج ويسام اللي هو دانيال ولد رؤوف اما رؤوف كان بعيد كل البعد عن الشبهات رجل كبير في العمر اصلا وما يجي البيت يعني خير شر اللي اذا طلبوه اللي استلم التحقيق ضابط في المخابرات اسم عيسى الحمداني استدعى اوشي هالة زوجة محمود سألها 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 تركها نادى عيال محمود الكبير سفيان واللي تحت ويسألهم 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 منهارين العيال على ابوهم تركهم استدعى الجدة الجدة رحت لما عندها اي مانع سألها سألها ومشت الخدم ما خلى احد قال جيبوا لي وسام كل ما يستدعي وسام والله مش غولة والله رايحة الكلية راجعة من الكلية نايمة وتعبانة بعدها رايحة للمصنع أو الشركة أو اللي ما درو ما تبي تجي كل ما يستدعونها ما تجي تضايكها الضابط ويروح الى بيت الحجة قال وين وسام اذا ما تجي من نفسها انا راح اطر اني استخدم معاها القانون قالت له شو شو مفكر حالك انت وتقوم وتتصل على اللوة واللوة يتصل على الضابط الحمداني قال لا انا لازم حقق معها قال زين روء شوي طول بالك كل شي يجي بالهداوة هذي البنت شخصيتها غريبة وتحتاج الى شوي يعني مسايسة البنت هذا طبعا من زمان يعني كانت في صدمة لما توفى ابوه وهذا طبعا يعني البنت عنيدة جدا فراحوا وكلفوا محقق يكون مع الضابط هذا المحقق اسمه فواز الحموي انه يكون المحقق مع الضابط اللي هو الحمداني يروحون للبيت علشان ياخذون منها التحقيقات داخل البيت ما لا داعي انها تجي لمركز الشرطة مراعاة لنفسيتها قالوا يلا ما عندنا مانع اهم شي نخلص من هالموضوع وجابوا معاهم الأدل للجناية علشان كذلك يبصمونها داخل البيت ويروحون للبيت فعلا وتنزل لهم وسام طبعا مش رتنزل يعني جاي من دور الأول قصد يعني حتى لو طالعوا من الغرفة انا اقول لنزول يعني المهم اطلعت لهم وسام وبدوا يحققون معاها سؤال 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 طبعا الشر اللي يقول لي ان الشوي جاهز واحنا قاعدين على البحر لكن انا قاعد يكمل القصة المهم يا وسام ليش لما نطلبك للتحقيق ما تجين قالت والله ليش انا ليش شو متهمة في يعني في شي يعني في شو كوك ضدي في ادلة قالوا لا يعني احنا حققنا مع الكل وهذا الاجراءات المتابعة الا انت الوحيدة ما خضعت للتحقيق ليش خايفة من شي قالت لا احترم نفسك انا ما بخاف من حدا قالها شوفي انت احترمي نفسك ولا تفكري انه عندك لوة وصديق يعني لجدك ولا كذا احنا نعرف كل الموضوع مراعاة الله والخاطر وحنا جينا فالتز محدودك معانا ماشي قالت ماشي قال لها انا عندي كم سؤال وجاوبيني عليه سألها سألها البنت ردودها دايما قاسية وحادة ودايما يعني فيها نوع من التهكم والاستهزاء وهذه هؤلهم طولين بالهم معاها البنت صعبة صعبة جدا المهم فقالها نبي ناخذ بصمتك لانا انت الوحيد اللي ما بصمتي قالت انا مستحيل اشلح القفازات الصفل اللي بدك تعمل وعمله بصمة ما رح اخليك تبصمني اسمعه الصدمة طبعا المحقق عصاب الظابط عصاب اللي هو تدخل عشان يهدي الواضح تدخلت في الموضوع الحجة نريمان قالت لا يا حضرة محقق يعني روء شوي الموضوع يعني غير ما انت متصور البنت مش موضوع عناد البنت يعني عندها ردة فعل نفسية من موضوع القفازات قالها شنو قالت ايدها اصلا ما فيها بصمة كيف بدك تاخذ بصمتها قال شون يعني ما فيها بصمة قالت اسمع البنت هذه لما كان عمرها ثمان سنوات ودخلت للمكتب اللي بيها يعني قتل نفسها وطاح ووش على الشمني اللي هو الفحم الجمر هذه البنت حست يعني بتأني بالضمير ولا هي راضية تنسى الموقف والمنظر لما شافت ابوها يحترق في مات الجمر هذي لذلك لما صار عمرها عشر سنوات تبي يعني تعاقب نفسها تحس ان هي اللي لها ذنب ليش انها مثلا ما منعت ابوها ليش انها ما انقذت ابوها يعني تفكيرها وهي كانت صغيرة في العمر فراحت الى الشومونية هذه كانت لها غطة بتسكر من فوق فجدت وحطت ايدها على الجمر تبي تحرق ايدينها مثل ما ابوها حرق وشو في هال الشومونية هذه تسكر الغطة ما لشومونية على ايدينها ويدينها الثنتين داخل بدت تصرخ 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 لحد ما انا جيت ولا ايدينها كانت ضايبة وكانت البنت بين الحيا والموت وانا وديت وسويت لها عمليات ترقيعية يعني خذينا قطع جلدية من انحاء جسدها علشان سوي ترقيع لكفوف ايدينها فالايد متشوهة بالكامل لكلها رقع رقع جلدية يعني فالبنت من ذاك اليوم وهي تلبس القفازات ولا احد شاف ايدينها قال اذا الموضوع تذي خلاص انا بسألها سؤال قالها سمعي يا وسم خليني احكي لك شي انت المشتبه الرئيسي عندنا واحنا شاكين فيك تسعين في المئة ان انت القاتلة ويساك تبطالعه تبت انفجر تبت تعصب عليه تصرخ وكذا لكن الكل كان محذرها انها التعامل مع المحقق بكل هدوء وتسمع قالها لان انا وصلت لي معلومات انك حقد على عمك محمود اللي اللي سرق املاك ابوك سليمان وبسبب هالموضوع ابوك اقدم على قتل نفسه فانت حاقد على محمود وهذا اكبر دافع على الانتقام ردت حرضة احد صح قالت شوف شوف انا بدي حلك القضية الحين بكل سهولة قال شلون قالت وراح اكشف لك من القاتل وانت اللي راح تعرف من القاتل قال يلا طيب فرجين شلون قالت اللي قال لك المعلومة اني انا حقد على عمي مستحيل يكون رؤوف او يكون دانيال اللي هو خطيبي او تكون ستي او تيتا اللي هي نريمان اكيد اللي قال لك يا زوجته يا احد من عياله صح ولا لا قال صح قالت اللي بلغك في الموضوع او هو القاتل قال هليش يعني قال اشوف انت لو انك بس يعني انفتح مخك شوي كان عرفت ان في شي غريب في عائلة عمي محمود قال لها شنو فهمينا لا تقعد تكلمين في الالغاز يعني قالت لالان انا عمري 23 سنة لما ابي قتل نفسه كان عمري ثمان سنوات ولما هرب عمي اللي هو اكبر من ابي كان مش متزوج وسافر من سوريا راح الى استراليا وهرب راح الى امريكا وبعدين غاب 15 سنة لما رجع بعد 15 سنة يكون عنده ولد اللي هو سفيان عمره 25 سنة واللي اصغر منه عمره 23 سنة واللي اصغر منه كبر عمري مستحيل لان ابي كان متزوج قبل عمي فاشلون عمي سافر 15 سنة ورجع معاه اولاد اعمرهم 25 و23 واقل استغرب المحقق قال حق الحجة صحيح الكلام هذا قالت ايه والله صحيح بس انا ما خطر في بالي الموضوع هذا يعني ابني غاب 15 سنة وابنه سفيان الكبير عمره 25 سنة قام المحقق واستدعى حالة زوجة محمود اللي انقتل العم وعياله الثلاثة قال من متى انت من زوجة محمود وشون تزوجتي قالت انا تعرفت عليه بالغربة وكان صديق زوجي وانا كان عندي ثلاثة اولاد من زوجي بعد ما توفى تزوجت محمود ومحمود سجلهم باسمه قال يعني هذول مو عياله قالت لا احنا مسجلينهم باسم محمود وكان اهو شريك زوجي وكنت انا املك ورث من زوجي مليون وخمسمائة الف دولار شارك شاركني لان اهو كذلك عنده محفظة سوينا محفظة انا وياه اهو مليون نص وانا مليون نص بعد ما تزوجنا انه يعني علشان يستثمرهم وانه علشان يعني يصرف علينا فخسر الفلوس وصار ابني اللي هو السفيان اللي هو اصلا مسجل بس فقط على الاوراق مسجل ابنه قام يطالب محمود باسترجاع المبلغ اللي هو المليون نص لانه احنا كاتبين عليه تعهدات وشيكات وكنبيالات ووصولات وبلوي فقال لنا امشو خلونا نرجع الى سوريا عند امي وعند يعني عندهم ورث وكذا لما جينا معاه احنا ما كنا ندري انه اصلا كان هارب يعني من سوريا انه سارق اخوه وانه اخوه قتل نفسه وما كنا نعرف الموضوع فلما فاتح امه امه قالت لا يبقى الاملاك كلها باسم وسام وحتى رؤوف قال لا يبقى انس الموضوع ومستحيل احد رح يعطيك في يوم الايام قال انه ما اقدر استدد لكم مبلغ وصحيح اني كنت وعدكم انما نجي على سوريا اني احاول اني اخذ من امي ولا من احد لانه كان يتقص طول الفترة اللي فاتت وعرف ان امه اقدرت تسترجع المصنع وانه تشتغل من اول وجديد وسددت الديون وانه عندها املاك وكذا لكن انصدم ان الاملاك لها باسم وسام وسام اصلا حقد عليه لانه كان سبب في مقتل ابوها فقال انا ما اقدرت فعصب ابني سفيان وقال له يعني انا راح ادفعك وراح ارفع عليك قضية وراح ازجنك قال خلاص رح ارجعوا لامريكا ورفوع علي قضية هناك وانا اصلا ما بدها طلقها بطلقها ما عندي مانع فهذا اللي حصل يعني في النهاية احنا رحنا الى المطعم ولما رجعنا من المطعم لما صعت فوق الى الغرفة النوم حاولت الصحي اكتشفت انه مقتول ويلقي القبض على السفيان تكلم تكلم قال انا كنت مع امي في المطعم وكل شاهد معاي وكذا لكن احد الطاقم الخدم اللي موجود في البيت ذكر معلومة ذكر انه قبل مقتل محمود وقبل لا تكتشف الزوجة احد ابناء المقتول نفسه كان موجود بالدور الاول وطلب من الخادمة انها تنزل تحت ما تنظف لانه كانت تنو انها تنظف الجنح اللي هم فيه قالها لا خلاص ننزلي تحت وهي ذكرت هالولد هذا جابه الخادمة قالت نعم هذا سفيان مسك سفيان مرة ثانية شلون تقول انه كنت في المطعم وانه رجعت قالت ام احنا فعلا رجعنا من المطعم لكن في البداية جلسنا خارج البيت مثل الجلسة وبعدين دخلنا الى داخل البيت في هالاثناء لما كنا قاعدين في الخارج استأذن سفيان ودخل فعلا فوق قال انا عندي شغلة بس بجيبها وانزل صعد ونزل وبعدين بعد ما خلصنا جلسة انا صعد فوق الغرفة لقيت محمود مقتول وهني يبطل جربة منه سفيان قال انا كنت متعمد انه اقول الوالد انه اروح المطعم ولما رجعنا جلسنا بالخارج وانا كنت مجهز سكين معاي واصلا قبل لا نطلع انا كنت مذوب حبوب منومة في كوباية الشاي اللي طلبها عمي اللي هو ابوه يعني اللي مسجل طلبها من امي وامي فعلا سوت له حطيت له الحبوب المنومة القوية هذي بدون ما تنتبه والدتي وتأكدت انه شرب الكوباية فقلت احنا لين نروح المطعم نجي يكون اهو في سابع وفعلا استغليت وجودهم في الخارج خارج المنزل دخلت صعت الغرف ولقيته كان نايم بشكل عميق وسدت له طعنة قاتلة في القلب ابدا ما تحرك كانت هذه القاضية سفيان تم محاكمته بتهمة قتل محمود وحكم عليه بالاعدام وتم تنفيذ حكم العدام عام 1993 اما هالة وعيالها الاثنين الباقية ذول قامت وسام وسددت لهم المدونية اللي كانوا يطالبون فيها عامهم اللي انقتل وسافروا ورجعوا الى استراليا والجدة ناريمان توفت رحمة الله عليها ودانيال تزوج وسام وجايب منها عيال ورب العالمين فاتح عليهم من اوسع ابوابه وهذه كانت نهاية قصة صاحبة القفازات هذه نهاية صالفتنا فمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة